لم يعد المبعوث الأممي إلى اليمن مرحب به في صنعاء وهكذا يمكن فهم تصريحات سلطة الإنقلاب هناك مؤخراً أعلنت جماعة الحوثي بشأن لقائه اسماعيل ولد الشيخ عن مجموعة من الاشتراطات كخطوة أولية لاستقباله والتسلم الجماعة الإنقلابية خطته المقترحة لسلام وكان من المقرر أن يزور اسماعيل ولد الشيخ صنعاء خلال اليومين الماضيين بعد أن عاد من عدن إلى العاصمة الأردنية عمان تمهيداً لتوجهه إلى محطته لقادمة صنعاء لكن ذلك لم يكتمل حيث طالبت الجماعة الإنقلابية المبعوث الدولي بثلاث شرط الاعتراف بحكومة السلطة الإنقلاب ولقاء وزير خارجيتها ومن ثم إعادة حركة الملاحة الجوية لمطار صنعاء قبل مناقشة أي أفكار للتسوية خطة أممية وتشكيل حكومة شاملة هي ما تضمنته الخطة الدولية لوضع حد للحرب في اليمن وهو ما جرى مناقشته بين اسماعيل والد الشيخ الرئيس هادي في عدن والذي أوضح المبعوث الدولي أنه طلب من هادي التعامل بسرعة مع مقترحاته للتسوية وعودة اليمن إلى مربع السلام من جانبها نفت الحكومة اليمنية أن يكون الرئيس هادي قد أعطى المبعوث الأممي إلى اليمن أي موافقة على الإطار الأساسي للمفاوضات المقبلة كما أكد مستشار الرئيس عبد العزيز المفلحي في تصريحات صحفية ضرورة قيام الجماعة الإنقلابية بخطوات حسن النية تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقي إذن لا تبدو المفارقة في موقف المبعوث الدولي إلى اليمن بين السلطة الشرعية والانقلابيين إلا من حيث الضغوطات التي تمارس على الجانب الشرعي بينما يجري التعامل بتروي مع الجماعة الإنقلابية وليس فقط بخصوص عرقلة زيارة صنعة بل منذ انطلاق مفاوضات السلام يستمر الإنقلابيون بوضع شروطهم لعرقلة أي مسار سياسي اشتركوا في القناة